أنا لا أريد أن يبدأ رمضان لا أريد أن يبدأ رمضان وأنا على هذه الحالة لا أريد يعني لا أريد أن أستقبل رمضان وأنا في هذا الوضع لو يتأخر الوقت قليلاً يعني الزمان يبطء قليلاً حتى أستعد لرمضان هذه الخواطر التي خطرت على ذهني أنا الآن وأنا وأنا أسير في السيارة فلما ركنت السيارة قلت أحدثكم عن هذه الخواطر التي خطرت على ذهني وكيف علشتها لأني أظن أن أني لست وحيدا في هذه هذا التفكير أنه أريد أن أكون أكثر استعدادا لرمضان أكثر إقبالا على القرآن أكثر التزاما بالصلاة أكثر حضورا لقلبي يعني أريد رمضان أن يكون موسم طاعة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما على الوضع الذي أنا عليه يعني لا 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 فردت على هذا سبحان الله بخواطر أسأل الله عز وجل أن يكون فيها العلاج لهذا الإشكال لنفسي ولمن لديه مثل هذا الإشكال فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحدث نفسي فأقول تعالى تعالى هل تظن أن رمضان هذا هو موسم فقط لأصحاب العبادات والمقامات العالية هل هذا هذا ظنك يا أبي هل تظن أن رمضان جاء لأولئك الذين أصلا محافظين على صلواتهم ويحافظون على أورادهم من الأذكار والقرآن والطاعات والعبادات نعم صحيح جاء رمضان لهؤلاء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليكون لهم سبق ويزدادوا ويجعلونه موسم ليحثم من الطاعات والعبادات والحسنات تمام صح ولكن أنت محسوب برضو محسوب حسابك فهذا رمضان أصلا يأتي سبحان الله في وقت شف شف هو الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له فهذا يأتي من ضمن الأحاديث والآثار التي تتكلم عن فضل رمضان والإنسان يشعر بقلبه يعتصر وهو وهو يشعر أنه بعيد عن هذه المقامات وهو يشعر أن هذا الكلام كلام عالي للناس تبعون المقامات والناس العبادات والطاعات وقيام الليل وين أنا وأين هؤلاء أقول لا أقول لنفسي وأقول لكم لا تعفع بل رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له فالموضوع فيه مغفرة للمعاصي يعني هو يغفر لمين يغفر لمقصرين أمثال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا للمسرفين أصلا إذا تفكرت في الأمر مع نفسك ومع من حولك لكن خليها على نفسك يأتي رمضان عادة وقلب المؤمن يعني فقد كثيرا من شحنه من رمضان الماضي رمضان الماضي كان شحن رائع أنت فقدت منها الكثير الآن أنت في نهاية الموسم فأنت في وضع النفس النفس فيها في أحوج ما تكون لرمضان في أحوج ما تكون للقرآن أحوج ما تكون لابتعادي ما ردت الشيطان أحوج ما تكون أنت في هذا الوقت لرمضان فأنت لا تنتظر من نفسك شيء حتى تدخل رمضان بالعكس أنت في حاجة لرمضان لتغسل رمضان يغسل ما بين الرمضان إلى الرمضان يغسل للزنوب كما بين الصلاة إلى الصلاة ما بين الجمعة إلى الجمعة وما بين رمضان إلى رمضان فهي بالعكس فرصة طبعا الإنسان يبقى يخاطب نفسه أنه طب لا أريد أن أكون على الأقل الاستعداد القلبي عندي حاضر تمام الاستعداد القلبي يحتاج منك ابتداء أن تخرج هذه الوساوس الشيطانية من ذهنك وأنه لا والله رمضان يجب أن أكون على وضع معين لكي أدخل رمضان يجب أن يكون قلبك مستعد لتدخل رمضان يجب أن تكون صادق النية مع الله سبحانه وتعالى لذلك تدخل رمضان لا تحتاج لا تحتاج كثير عدة لكن الموضوع ليس شرطا له كثير العدة إلا صدق النية والإقبال على الله سبحانه وتعالى صدق النية والإقبال رمضان فرصة رمضان هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى شهر رمضان شهر القرآن والقرآن شهر الهدى فلو كنت قبل ذلك مقصر في رمضان تهتد عادي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فرقان بين الحق والباطل فإنت فكك من وساوس الشيطان واعزم النية وتوكل على الله الموضوع هذا موسم وهذا الموسم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يخفر له فأنت الذي تريده من رمضان أن تزحزح تزحزحان النار وتدخل الجنة ولذلك من فضاء رمضان لما تذكر يذكر أن في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار عتقاء من إيش؟ عتقاء من النار إذن أنت كل يعني أحد أهم المطالب إنك أنت تعتق من النار وتدخل الجنة هذا اللي بديه؟ أه هذا اللي بدك يا هذا الذي تريده فمن زحزح عني النار وأدخل الجنة فقد فاز فكك من الأحلام والأوهام والزمرديات والبنبونيات وأوهام الكمال الكمال غير البشري غير المطلوب المطلوب شفت هذا القلب اللي فيه هذا الحس من الندم واليأس والحسرة هذا مطلوب تحافظ عليه بدون اليأس بدون اليأس بدون القنوط لكن هذا الحس بالتقصير مهم لأنه هذا باب من أبواب العبودية هذا باب خطير من أبواب العبودية هذا باب رائع هذا باب عالي جدا هذا مقام التذلل بين يديه الله هذا ما يعينك على أن تلجأ إلى الله تلهج إلى الله بالدعاء تتذلل بين يديه تدعوه فرأيت هذه الحسارات أنه تحتاج أن تكون مستعد أكثر وتحتاج أن تكون مقبل أكثر على الله وهذه الخواطر التي تأتيك أبعد عنها اليأس والقنوط وأن الأمور خربان وكذا وحافظ وحافظ منها على ما في قلبك من تذلل وخضوع وشعور بالتقصير والجأ إلى الله بذلك وادعو الله بذلك بل تتوسل إلى الله بهذا التذلل بين يديه يا الله أتوسل إليك بذل بين يديك أن يهدينا وإياكم الصلاة المستفيد هكذا فهي فرصة رائعة والله صحيح المسابقة والمسارعة في الخيرات مهمة وخطيرة وترى الناس الذين يسبقونك في ناس تركض في ناس تهرول في ناس كذا وأنت تحبو ولكن سر إلى الله بعرجتك سيروا إلى الله عرجا ومكاسير سيروا إلى الله عرجا ومكاسير من مشى إلي ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله كريم عظيم وأنت تعامل الله لا تعامل هواك لا تعامل المقارنات اللي في ذهنك اللي هي خيالات اللي هي قصص اللي هي أحلام اللي هي وساوس من الشيطان اللي يجعلك تتخلف مع ركب أصحاب المسلسلات والأفلام والأسواق في ناس رمضان عندهم مطابخ أسواق طعام هذا أنت يكفيك يا أخي طبعا لا يكفيك وبالأخير يكفيك رحمة الله فقط لكن تفكر في هذه النعمة أنه عندك حس هذا الحس لسا استنسر هذا هذا الحس شغال فأحمد الله على ذلك وحافظ على هذا القلب حيا متفاعلا مع آيات الله ومع أيامه هي أيام معدودات نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا قيامه وصيامه وأن يرزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا استعينوا بالله وتوكلوا عليه هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم